قال وزير البترول والثورة المعدنية المهندس طارق الملة أن هناك استراتيجية مشتركة مع وزارة الكهرباء تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة في مصر بما يقل المعدلات استهلاك الوقود السائل والغاز الطبعي وأشار الملة خذل الندوة التعريفية لتقييم واختيار قيادات قطاع البترول إلى أهمية التكامل والتنصيق بين هيئة البترول والشركات القابضة وكافة شركات القطاع والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق قصص نجاح خلال الفترة الماضية وأوضح الملة أهمية عقد هذه الندوة وبحضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول للتعرف على القرب على مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجالي تنفيذه لضمان الاستدامة في الأداء وتحقيق انطلاقة جديدة لمستقبل مصر وذلك من خلال استغلال كافة الإمكانات والثروات الطبعية للمساهمة في التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبعي